الشرارة لهذا الشعاء طبعا هنا لسان اللهب يمتد طويلا ولكن يمكن أن يصل إلى 300 متر أحيانا الله أكبر ويقولون إنه من أعنف أنواع الأعاصير وعندما درس هذا الإعصار هندسيا وجدوا أنه لا يوجد شيء اسمه إعصار النار قالوا الأفضل أن تقول إعصار دخلت فيه النار لا إله إلا الله لماذا؟ لأن الإعصار يكون إعصار عازيا أول شيء عبارة عن دوامة هوائية ويتصادف أن يمر بجانب حريق نار فتدخل فيه النار فالأفضل أن تقول إعصار فيه نار هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحياه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر أهلا بحضراتكم لا شك أن القرآن الكريم قد حوى إعجازات في شتى مجالات الحياة إعجاز علمي إعجاز طبي إعجاز اجتماعي إعجاز اقتصادي إعجاز حتى نفسي ولكن حلقة اليوم نقول فيها في بدايتها أننا عندما نتحدث في برنامج أنزله بعلمه عن الإعجاز العلمي ليس عندنا إفراط ولا تفريط فليس هناك اقتصار أو معنى كلامنا عن الإعجاز أننا نقصر الآيات على هذا المعنى أو هذا الإعجاز العلمي الذي نتكلم عنه في الحلقة وفي نفس الوقت لا نضيق الآيات ونقول أننا ليس فيها لا نتحدث عن أوجه إعجاز علمي فهذا في حق كلام الله لا يليق لأننا نؤمن بأن القرآن معجز على الإطلاق وكلمة على الإطلاق أي أنه يشمل كل أنواع الإعجاز ومنها الإعجاز العلمي لكن سؤالنا في حلقة اليوم سنترحه وقبل أن نطرحه على أستاذنا نرحب به دكتور عبد الدائم كحير الباحث الكريم الذي نتمتع معك في كل حلقة بالجديد دائما إن شاء الله في كتاب الله تبارك وتعالى سؤال اليوم دكتور ليه بتبادر لإزهان البعض وتعودنا نبدأه كده سؤال يعني نقضي بناء كما يقال هل هناك ضوابط ينبغي أن نرعيها عندما نتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والأله وأصحاب أجمعين الحقيقة كل شيء لابد أن يكون له ضوابط جميل والإعجاز العلمي علم حساس جدا لأنك تمزج بين حقائق الكون وحقائق القرآن فلابد أن تسير وفق ضوابط وإلا سوف ترتكب الكثير من الأخطاء جميل طبعا أهم ضابط في موضوع الإعجاز العلمي الإخلاص في العمل ربما تستغرب الإخلاص لأن هذا الإعجاز هو فتح إلهي يعني اليوم لا تستطيع حتى لو ذهبت ودرست علم الفلك عشرين سنة لا تستطيع أن تستنبط إعجازا فلكيا من القرآن إلا بأمر الله وبإلهام من الله تيسير الله تبارك وتعالى هو علم مرتبط بإلهام الله سبحانه وتعالى لذلك موضوع الإخلاص عندما تجده تجد معه الفتوحات والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أعرابي قال أوصني يا رسول الله ولا تكثر قال كلمات قليلة جدا أخلص دينك أي عبادتك أخلص دينك لله يكفك العمل القليل والآية القرآنية واتق الله ويعلمكم الله صحيح الحسن الشيء الثاني عدم التسرع لماذا وضعت هذه الضوابط المختلفة عن بقيت الولي عما وضعه كثير من الباحثين لأن مشكلة الأخطاء التي تحدث سببوها التسرع التسرع جميل يعني أعطيك مثال هناك تقريبا قبل عشرين عاما كثير من الباحثين بحث في آية فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت في سورة البقرة شميل وشكك الملحدون بهذه الآية وقالوا أيوة لا يوجد شيء اسمه إعصار فيه نار آه لأن تركيب الإعصار الهندسي عبارة عن دوامة هوائية تدور وتلتف وتعمل مثل مكنسة أو تشفط وتقتلع البيوت والأشجار وغير ذلك كما كنا نراها نعم زوبة عيان ولا يوجد أي نار إذن القرآن يحوي خطأ علميا هذا كلامه نعم فعندما جاء أحد الباحثين ليستنبط بحث ولكن من غير ضوابط قال إن هناك درجة الحرارة في مركز الإعصار أعلى من أطرافه مركز الإعصار يكون هادئ على فكرة ليس فيه حركة المركز هادئ خطأ علم إذا وقفت في مركز الإعصار لا يصيبك الشيء الدوامة الهوائية هذه كلما ابتعادت تصبح أعنف وأشد صحيح إذن عندما لم يراعي هذا الباحث هذه الضوابط نحن لدينا الله تعالى دقيق في كلمات القرآن صحيح بدأت بالبحث في هذا الموضوع منذ عام 2000 ولم أعثر على الشيء وكل سنة كنت أبحث هل من جديد هل من جديد سبحان الله حتى عام 2010 تفاجأت بخبر علمي يقول إعصار النار يضرب غابات البرازيل هكذا نص البحث فاير تورنيدو لا إله إلا الله فاير تورنيدو إعصار وفاير نار سبحان الله بدأت أبحث وقالوا إنه من أغرب أنواع الأعاصير التي رآها العلماء لم يشاهدوا مثله من قبل الله أكبر وعندما درس هذا الإعصار بشكل ميكانيكي وفيزيائي وجدوا بالفعل أنه التسمية التي أطلقت عليه إعصار النار خاطئة ودرس في أستراليا من قبل علماء ونشر على مواقع علمية أسترالية لأنه ضرب غابات أستراليا بعد عام 2011 و2012 إعصار النار نعم ثم حدث في كاليفورنيا وفي غيرها وآخرها في إسبانيا يمكن أن نرى إذا أحببت هذا الإعصار حدث مؤخرا السنة الماضية وأثبتوا أنه فيه نار فعلا فيه نار ويمتد إلى أكثر من 300 متر أحيانا والكلام به دكتور الذي وصل إليه لننفة نظر المشاهد علماء الغرب والبحثين الغرب هم اللي سموه هذه التسمية صور لديهم انظر هذه الشرارة هذا الشعاع طبعا هنا لسان اللهب يمتد طويلا ولكن يمكن أن يصل إلى 300 متر أحيانا الله أكبر ويقولون إنه من أعنف أنواع الأعاصير وعندما درس هذا الإعصار هندسيا وجدوا أنه لا يوجد شيء اسمه إعصار النار التسمية العلمية التي أطلقت عام 2010 كانت غير دقيقة فقالوا الأفضل أن تقول إعصار دخلت فيه النار لا إله إلا الله لأن لماذا؟ لأن الإعصار يكون إعصار عاديا أول شيء عبارة عن دوامة هوائية نعم ويتصادف أن يمر بجانب حريق نار فتدخل فيه النار فالأفضل أن تقول إعصار فيه نار وليس إعصار النار لأن النار ليست هي منشأ الإعصار انظر ما هذه؟ دقة دقة مذهلة شيء عجيب سبحان الله لذلك الله تعالى قال فأصابها عن تلك الجنة إعصارا انظر إلى هذا اللهب كم يمتد مئات الأمتار حالة يا رب فيه نار هذا الإعصار يستطيع أن يحرق مزرع لديك مثلا مساحتها كبيرة جدا خلال دقائق يحرقها بالكامل من أعنف وأشرس أنواع الأعاصر وإعصار النار وضربه الله تعالى مثلا لإنسان بلغ من الكبر عتيا وله ذرية ضعفة وكان له جنات تجريم تحت الأنهار جنة له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر فأصابها إعصار انظر حرف الفاء لم يقل وأصابها فأصابها الفاء هنا للمباغة والمفاجئة حتى الآن لم يستطع العلماء أن يتنبأوا بهذا الإعصار يقولون هذا الإعصار الوحيد الذي يضرب بشكل مفاجئ فأصابها كآية مفاجئة من آيات الله مفاجئة سبحان الله لم يقل ثم أصابها أو وأصابها في زمن قال فأصابها إعصار هنا يأتي التطابق الكامل بين ما تراه أمامك بعيني حقيقة يعني أنا أخاطب كل ملحد الآن أنت يا من تشكك بالقرآن وكتبتم على الإنترنت كثيراً أن القرآن فيه خطأ ألمي وادعيتم أن هذا التعبير خاطئ فتبين أن التعبير القرآني أدق من التعبير الألمي ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لأن الذي خلق هذا الإعصار هو الذي أنزل هذا القرآن وهو الذي اختار هذه الكلمات الدقيقة جداً التي ترد على كل ملحد يدعي أن القرآن فيه خطأ ألمي أو ليس فيه إعجاز ألمي جميل ماذا نسمي هذا؟ الظاهرة تسجل لأول مرة عام 2010 وتكررت بعد ذلك لم تحدث في الجزيرة العربية هذه لا تحدث إلا في الجنات على فكرة لا تحدث في الصحراء أي أولاً تحتاج إلى والمثال الذي جاء به القرآن أيود أحدكم أن تكون له جنة نخن وأعناب نعم يجب أن يكون هناك بساتين تحترق الشيء الثاني يجب أن يكون هناك إعصار ودخلت فيه النار فتنطبق اللفظة العلمية نفظ واستخداء طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل شاهد مثل هذا الإعصار عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم هل رأى هذا المشهد ليصفه لنا بهذه الدقة؟ هذا ما هذا ليس له إلا تفسير واحد أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى حسنت يا دكتور يعني أخذ من كلامك هذا رسالة لمن يسمعنا من المشاهدين أن لرجل كمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثل هذه المعلومات الدقيقة العلمية التفصيلية لشيء لم يحدث ربما على أرض الجزيرة ولم يراقبه بأجهزة ولكن يملكون في هذا العصر أجهزة تراقب وتنظر وتحدد الإعصار فيه نار أم ليس فيه نار إنها حقائق تثبت أننا وأنكم كمسلمين على الحق أنزله بعلمه ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبيه صلى الله عليه وسلم نرحب مجددا بالدكتور الباحث الكبير عبدالدائم كحيل الحقيقة كلامك في الجزء الأولاني عن إعصار النار فكرني في بعض الروايات ربما أتذكرها معك التي تتكلم عن موضوع إطفاء النار وكنت أتعجب عندما أقرأ هذه النصوص عندما نرى نارا للمسلمين سنة معينة عند رؤية مكان فيه نار بيت بيشتاعل بيت بيحترق فهل لديكم في أبحاثكم الكريمة شيء توصلتم إليه بيّن عظمة السنة وصقها في هذا الأمر هناك إعجاز نبوي في هذا الموضوع صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب وانتقده كثير من الملحدين أطفئوا النار بالتكبير أطفئوا النار ثلاث كلمات صلى الله عليه وسلم اختصر جدا طيب أي إنسان عاقل يقول ما علاقة التكبير بالنار سبحان الله في قبل سنتين أو ثلاثة باحث بريطاني أراد أن يستخدم الذبذبات الصوتية لإخماد الحرائق وأجرى أبحاث طويلة يستخدم الذبذبات الصوتية لقمنا نعم خلال جهاز يسلطه على النار ويختبر ما هي الذبذبات المناسبة لإطفاء لأن الذبذبات عبارة عن موجات ميكانيكية تنتقل عبر الهواء تضغط الهواء وتباعده فعندما تصل إلى النار تحدث تخلخلا داخل النار يؤدي إلى التخفيف من هذه الحرائق ويسهل إطفاؤها فيما بعد سبحانك يا رب نعم التي تخرج من الحروف العميقة هذه ذات ترددات منخفضة جداً تؤدي إلى إحداث خلخلة بين ذرات هذه النار أخفى الترددات هي الترددات المريحة للأذن التردد العالي مزعج الترددات المنخفضة مريحة فإسم الله يعطيك الإطمئنان ألا بذكر الله تطمئن القلوب صحيح فاخترع جهازاً هذا الباحث وبدأ يسلطه على النار من خلال هذه الذبذبات منخفضة ويطفئ فيه النار وقام بتجربة عرضها موقع بي بي سي مؤخراً كأن البشرية تقاد بعلمها إلى تثبيت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عملين بنسعى بالأبحاث سواء كان العرب أو الغرب إلى أن نثبت من الصدق رسول الله فيما قال دون أن ندري صلى الله عليه وسلم يعني حديث أطفئ النار بالتكبير في كلمة كلمات أعطاك إشارة علمية صلوات ربي وسلامه عليه منطقة دارت فيها حرب بين الروم والفرس معروفة في القرن السابع الميلادي وكان كل الناس يتوقعون أن الروم ستغلب لأنها كانت حضارة متآكلة وبالفعل غلبت ولم يتوقع أحد لهم النصر بعدها أبدا حضارة منهارة كانت صحيح ولكن بعد تقريبا عدة سنوات حدثت معركة في نفس المنطقة وانتصر فيها الروم على الفرس عجيب نعم طيب أنا لدي هنا حقيقتين علميتين مفاجئتين الحقيقة الأولى أن هذه المنطقة هذه الحرب معركة حدثت بالقرب من أغوار البحر الميت ما ميزت هذه المنطقة إذا ذهبت إلى الخريطة يمكن أن نرى المعركة هناك أفلام أنا زرت الأردن رأيت أخفض منطقة في العالم على اليابسة هي تلك المنطقة تنخفض أربعمائة متر صحيح كما قالوا نعم منظر عجيب لما رأيناها سبحان الله وادي سبحان الله إذن هذه المنطقة دارت فيها معركة لم يتوقع أحد أن تعودوا الروم وينتصروا من جديد هذه مفاجأة ثانية أنهم غلبوا وانهزموا وانتهى الأمر ولكن بعد فترة حدثت مفاجأات وانتصر الروم على الفرس خلال أقل من عشر سنوات من سبعة إلى تسع سنوات هذه هي منطقة البحر الميت نعم إذا ذهبت إلى خرائط جوجل وكتبت أخفض أو أدنى منطقة على وجه الأرض سيعطيك هذه المنطقة سبحان الله أدنى منطقة الله تعالى نخص هاتين الحقيقتين في قولي عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون معجزتين في آية واحدة عد الكلمات سبعة أو ثماني كلمات غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون عشر كلمات خمسة في خمسة نعم الحقيقة الأولى الحقيقة الأولى قالت لك حددت موقع المعركة وهو أدنى الأرض أدنى منطقة على وجه الأرض فسرت قديما على أنها أقرب منطقة إلى الجزيرة العربية وهذا تفسير غير دقيق لماذا؟ سبحان الله لأن كلمة أدنى من معانيها أقرب ولكن المعنى الدقيق أدنى الشيء هو أخفض الشيء عجاز جيلوجي وعجاز تاريخي في كلمة في عشر كلمات تصور سطر من القرآن كلمة أدنى عجيبة حتى لو قال أخفض فيها مشكلة علمية لماذا؟ لأن أخفض منطقة على الأرض تقع في المحيط الهادئ على عمق 11 كيلومتر سبحان الله ولكن الأدنى هنا يعني فيها معنى حسب مستوى الأرض تعطيك معنى اليابسة أدنى منطقة على اليابسة وليس في البحار بالنسبة لليابسة صحيح نسبية نسبية أدنى جميل إذن استخدم القرآن الكلمة الدقيقة التي تعبر عن هذه المنطقة التي بالفعل تنخفض بحدود 400 متر عن سطح البحر لأن البحر الميت ينخفض 400 متر نعم نعم عن سطح البحر وحددت لنا أن هذا هذه الروم أو هؤلاء الروم سيغلبون وهم من بعد غلبهم يعني بعد أن غلبوا سيغلبون وحددت الزمن اللازم في بضع السنين والبضع في اللغة من 3 إلى 10 وبالفعل هم خلال هذه الفترة عادوا وانتصروا سبحانه الذي أنزلها إذن ثلاث معجزات في آية حددت الموقع الجيولوجي صحيح هذا إعجاز جيولوجي صحيح صحيح وحددت النتيجة التاريخية لهم سبحان الله بعد غلبهم سيغلبون إعجاز تاريخي وحددت الزمن اللازم إعجاز يعني زمني عجيب عجيب طيب من يستطيع ذلك في زمن كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الملحدين يخاطب المشككين يعني هذه السورة نزلت بمكة المكرمة نعم كان قمة التحدي للنبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يدعو الله ويبلغهم ينجيهم من عبادة الأصنام لماذا يخوض في قضية علمية دقيقة جيولوجية وتاريخية والزمنية دقيقة جدا ماذا سيستفيد وقد يكذبوه فيها فتعرقل طريقة دعواتي سبحان الله فهذا يشهد على أن هذا القرآن وحي من الله إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام حقائق مادية ثابتة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يجادل فيها حقيقة بارك الله فيك دكتور على هذا الطرق وذكرتني يعني بعد أن أتقدم إليك بالشكر الجزيل ذكرني دكتورنا كنت أقرأ في سورة يوسف وأنا المحب من المحبين لا جدا قال الملك فلما سألت البحثين وسألت المفسرين من كانوا يحكمون مصر كانوا هم الفراعين فلماذا يقول الله تبارك وتعالى قال الملك ليقول لي أحد المتخصصين أن فترة يوسف عليه السلام وعهد يوسف كان في فترة الهكسوس وكانوا يطلقون على أنفسهم الملوك الرعاة ولا يطلقون على أنفسهم الفراعين فقل سبحان من أنزل هذا الكلام على النبي الأمي وفخر له أنه الأمي لا نملك إلا أن نقول في نهاية حلقتنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم الوحي هل معطر بمخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يقرأ كررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطري والله أوحى وصورا اعتمى الجمال بعطري والله أوحى وصورا